اهلا بحضراتكم مرة اخرى شرفني ونوارني فياز الفقر الاصبقاء العزاء محمد جمال ومحمد عبدالوهاب نتكلم معاهم في كثير من الامور المحلية وايضا العالمية محمد مشرف النوار اخبارك ايه؟ كله بخير؟ حبيبا مشرف النوار في العادة حبيبا كريم اخبارك ايه؟ كله قويسة حمد اللي نبدأ من عند الاهدي طب طب اللي حصل النهاردة النتيجة فوز نتيجة المفروض تساعد الجماهير وانت بتنافس على صدارة الدوري ثلاث نقاط في منتهى الاهمية في كل الاحوال بس الناس انا بقلب كده على تويتر واشوف الدولي مش محتاج اقلب كمان يا نفرج على المباراة تفهم انه الناس مش تبقى راضي طبيعي اللي بيحصل دلوقتي المردود اللي بيقدمه النادي الاهلي الحالة اللي عليها الفريق كل اللي بيحصل ده طبيعي التشالنج الأكبر بالنسبة للاهلي هو المكسب التشالنج الأكبر بالنسبة للاهلي هو انه ما يصابش منه عدد لاعبين اكتر من العدد اللي قريدي دخل المستشفى الاداء والمردود غير مرضي طبعا في مشاكل كتير فنية جوة الفرقة طبعا لكن خلينا ارجع بك حلقتين اللي ورا كده اول ما الرجل ده جاء يا كريم وتكلمنا عليه هنا وترك الهاجس الأكبر اللي هيواجه الرجل ده هو الجاهزية البدنية الناس بتتخيل ان كلمة الارهاق والجاهزية البدنية هما الاثنين مراضفين لنفس المعنى وده غير حقيقي الحالة العامة البدنية للفرقة كلها سيئة حط على ده ان فيه ناس حالتهم اسوأ اللي هي اللعبة المجهدة اللي هي اللعبة تعدد مباراك كتير لكن ما اعيب على ريكاردو صوارش النهاردة في المؤتمر الصحفي انه يقول الكلام ده اللي عبته على العلن ايوة انا اخيرا بدي اللي عيب اشمع بدي اللي عيب عذر انا طبيعي طبيعي ان انا اتكلم ان احنا بنشتغل الوقت دايق كل الكلام ده عديش مشكلة لانها حقيقة لكن عندي مشكلة في ان هو بيدي بعض المبررات لكن في ظل هذه الحالة البدنية بعيد نفس الكلام اللي قلته يوم من رجل دايق في ظل الحالة البدنية للفرقة النادي الاهلي باتكلمش على لعبة المجهدة بس في ظل الحالة البدنية للفرقة النادي الاهلي بالكامل هو احمد عبدالقادر مجهد فيه احمد عبدالقادر ملاعبش دوري احمد عبدالقادر مخدش عدد المتشاط اللي خد على لعبة كتير لان الخط الامامي فيه لعبة كتير اللي لعبت فيه طب ايه الحالة البدنية اللي عليها احمد عبدالقادر قال ده في سبب الاجهد لا لا مش عامل أنا أتكلم على الحمل عبدالقادر أضرب بمثال أنه لاعب من اللعيبة المؤثرة لكنه لم يتم إجهاده علشان بس أنا بفرق ما بين المصطلحين الجاهزية البدنية والإجهاد الشديد نتيجة توالي المباراة الإجهاد الشديد نتيجة توالي المباراة ده كاتجوري أو مجموعة من اللاعبين إنما أنا بقول لك الحالة البدنية العامة للفئة أمشي النهار ده بشهرين ثلاثة اللي فاتوا سيئة جدا جدا والحالة اللي فيها ريكاردو سوارش والضغط اللي اتعامل عليه بعد خسارتين مهمين جدا قدام بيراميز في الدوري قدام الزمالك وخسارته الكاس خلته لاجأ لساس تملعب لما نجي نتكلم بقى إيه اللي حصل في الماتش تفصيلا أقولك هو إيه سبب الشكل اللي بلعب بريكاردو سوارش رأيك يا هوب كلام جميل مظبوط جدا أنا هاخد حتة من اللي قالها ونقارنها بمؤتمر صحفي لفريرة في حتة اختلاق الأعذار لو حد ممكن يختلق الأعذار في الفترة اللي فاتت دي فهو أكيد جوزوالدو فريرة جوزوالدو فريرة في مؤتمر صحفي سأل الصحفيين الموجودين مين بطل الدوري وقررها أكتر من مرة لحد ما كأنه سمح فكانت رسالة مبطنة لعبته إن احنا أبطال الدوري وإن احنا بنحافظ على اللقب بتاعنا رغم الغيابات فدي كانت نقطة مهمة جدا من جمال إن هو يبرزها إن مش مطلوب دلوقتي إن أنا أخلق أعذار وإن أنا أدي شماعة للأداء اللي مش على المستوى طيب فيه شوية أسئلة وفيه حاجات متكررة من أول مباراة بيرامدز اللي ظهر فيها شوية مشاكل دفاعية بالنسبة للأهلي وكمان لها دعوة بالشخصية هي تكرار المشاكل الدفاعية في الأهلي في المساحة ما بين المساكين والأظهرة سواء لي مين أو الشمال خصوصاً كمان الشمال معوجود علي معلول بالإجهاد البدني لعلي معلول الموضوع ده لغاية دلوقتي ما تحلش سواء بخطة أربعة في خطة دفاع أو تلاتة الكور السابتة اللي على الأهلي وشوفنا في مباراة الزمالك إن الوينش وحسام عبد الميجي كانوا بيقدروا إن هم يستحوزوا على الكور السابتة اللي كان بتتلعب على دفاع الأهلي والنهاردة كمان في مباراة مصر المقصة والكورتين اللي دخل منهم أهداف وتحسب وأفصايد فيه قرارات الفردية بالنسبة للعيب يعني فيه دي أنا مش حسن هي لها دعوة بسوارش قوي فيه قرارات فردية غريبة جد فيه بحسن عرضيات بتتلعب بدون هدف بدون تركيز العرضيات بتلعب وخلاص إن محاولات المراوغة بتتعمل وخلاص وخصوصا مثلا ممكن من أحمد عبدالقاد أو احتفاظ بالكورة كتير فيه قرارات فردية ما شفناش إن فيه تعديل فيها ما شفناش إن فيه لعب السهل خصوصا كمان في الوقت الصعب ده اللعيب الشباب برضو الروح وإثبات ذاتهم وهم بيأخذوا الفرصة دي ما كناش بنشوف الموضوع ده من اللعيبة الشباب بتاعة الأهلي في الأوقات الصعبة أو اللي بيتم الاعتماد عليهم بيبقى فيه شخصية أكتر من كده ما شفنهاش برضو فيه تناقض في الخط إن 4-2-3-1 تغيرت 4-3-3 في المباراة الزمالك وبعدها سبت 3-4-3 طب إنت بتلعب 3-4-3 قدام فريق أقل منك فنيه طب ما ترجع تاني للشخصية بتاعتك والضغط بتاعك آه طبعا الإجهاد البدني مؤثر بس تغيير الخطة الكتير رغم إن المنافس ممكن ما يكونش يعني محتاج إن أنت تلعب بالخطة دي بخطة الثلاثة في خط الدفاع ففي شوية أسئلة كتير قوي ليها دعوة بالقرارات بتاعت اللعيبة ليها دعوة بالأخطاء المتكررة ليها دعوة بالتناقض الفني لريكاردو سوارش في آخر 3-4 مباراة أتري بقى هتكلم تفصيلاً أنا أرجع على نقطة تغيير الفورميشن أما يجي غير الفورميشن أنا بيعندي أسباب ريكاردو سوارش ملعبش عمره في مسيرته في مسيرته الصغيرة في الدور البرتغالي هتكلم على الدور الممتاز الأربع سنين اللي لعبهم أو الخمس سنين الخمس مواسم اللي لعبهم في الدور البرتغالي ملعبش أبداً 3-4-3 الراجل ده بيعتمد على 4-2-3-1 و4-4-2 بأسلوب الهاي بريس وشرحناه هنا تفصيلاً في حلقة سابقة طيب ليه الراجل لجأ إلى 3-4-3 هل لمجرد علاج بعض الأخطاء خالص الراجل بيحاول تقليل مساحة الجاري الراجل بيعتمد على أي شكل في الملعب يمكن من خلاله إراحة بعض اللاعبين اللي تم استنفاذهم بدنياً بشكل لا يمكن معاه بأي طريقة تانية أن اللعبة دي تشترك يعني لو كلمت على علي معلول لا يمكن أن علي معلول يلعب أي مباراة في الوقت الحالي إلا بالـ 3-4-3 عشان يديله شوية الحرية إنه مساحة الجاري لأنه خلي بالك الفول باكس أو الأظهرة تحديداً وما أكتر ريبة في الملعب بيقطعهم مسافات طولية ليه؟ لأنه بيقطعها مرة وهو رايح ومرة هو جاي فدايماً بيعمل دابلينج أو مضعفة للمجهود بتاقيهم البدن عدد الكيلو من 3 اللي بتطقطها بتطقطها كلها وكلها معتمدة على شورت سبرينت أو لونج سبرينت لو أنا بعتمد على جاري طول الوقت ونا ضغط الفريق لقدام طول الوقت إذن الرجل لجأ لـ 3-4-3 لعلاج المشاكل البدنية الهاجس الأكبر أمام ريكاردا سواريش هو المشاكل البدنية تعال بقى نشوف إلا حصل للمعرضه ليه نادي الأهل النهاردة كان عنده حاكتين ناس كلها تكلمت عليه ليه بتلعب لونج باس كتير؟ ليه بتعتمد على كروسس كتير؟ لما تيجي تتكلم ليه بيعمل لونج باس؟ لنفس السبب هو عاوز أنه بدل ما اللعبة تتحرك بالكورة وقت طويل لا هو عاوز يشتغل معظم الوقت على التحضير وبعدين يحط لونج باس بعد التحرك عشان كده عمل لونج باس أو الكورات الطولية كتير جداً النهاردة يبدأ يعملها في الشوت التاني من مباراة الزمال يعتمد برضو على اللونج باس اللي بيتعمل في العمق أو دايماً في السبيس اللي في ظهر الأظهر سواء في ناحية الشمال أو في ناحية اليمين فهو ليه لجأ للكورات الطولية؟ لجأ للكورات الطولية عشان يختصر المسافات ويقلل المجهود البدني من خلال تقليل المساحات المقطوعة من معظم اللاعبين في الملع دي النقطة الأولانية والملاحظة السلبية الأولى على ريكاردو سواريش النهاردة النقطة الثانية لما يكون عندي 26 كروس النهاردة منهم خمسة بس نكحين من أوبن بلاي أو اللعب المفتوح كرة واحدة النهاردة كروس واحد بس اللي عد كروس من مي من أي من 10 كروس واحد منين؟ من الزهري التالت مش من الوينجرز أو الوينجرز الوينجرز كده يلعبوا انصايد فنكلم عن الفول باك سواء محمود وحيد أو كريم هنا انت أمام مشكلة كواليتي انت رحت لمناطق اللي تقدر تعمل منها الكروس أو الإيرلي كروس أو الإندلاين كروس وعملت الكروسات 26 كروس عدد كافي جدا لكن الدقة التوقيت اختيار التوقيت المثالي إن أنا أعمل الكروس القرار بتاع اللعب نفسه دي مشكلة كواليتي مش مشكلة مدير فني دي مشكلة كواليتي في العناصر اللي موجودة طيب نقطة إيجابية خلينا نبص لها بقى من ناحية الإيجابية نشانا نقول كله سلبي 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 الرجل احنا بقوله إنه في ظروف صعبة جدا ريكاردو سواريش الكرة السابتة في النادي الأعلى الكرة السابتة في باتر بيحصل بقالو ثلاث مباريات بيستغل فيه رامي ربيعة تحديدا إنه بيقطع دايما على القريبة نفس الباتر بيتواجد أربع لاعبين في سمول إيريا وده اللي بيسمون الكروس إنت بتعمل زحمة وبعدين في كل لاعب واخد تعليمات إنه يتحرك في اتجاه معين ويعتمد دايما على القطع بتاع رامي ربيعة أو قبل كده كان محمد عبد المنان إنه بيقطع دايما على العرضة القريبة والدليل النهاردة سبع كروسات لأهلي خد منهم أربعة ممتازة في الكرة السابتة لما عندك كور سابتة تعمل سبعة في المباراة تاخد منهم أربعة دي نسبة ممتازة فده معناه وهو في المؤتمر الصحفي يجاوب على ده قالك أنا بالكتير بشتغل على الكرة السابتة والسيت بيسيز والسيت بلاي في الأوقات المتوفرة بالنسبة لي بعد ما بخلص الريكابري أو الاستشفى اللي هو بعد أول يوم بعد المباراة وهو ضرب أمثلة بالفترات الزمنية بين كل المباراة والتانية إذن حتى السلبيات اللي لازال بيعاني منها الأهلي ريكاردو سوريش وإجباره لنفسه على التلاتة أربعة تلاتة هيظل يعاني منها النادي الأهلي ويبقى اختلاف بقى المردود أو النتيجة متوقف على شيء واحد القرارات الفردية والحالة الفردية لبعض اللاعبين في الملعب القرارات الفردية لبعض اللاعبين لكن إنه إن انت تنتظر إن انت تنتظر جمل جمل من لعب مفتوح تتم خلال الفترات اللي جاية صعب جدا 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 والفاصل بين المباراة والأخرى ثلاثة ايام طيب احنا لسا مكملين مع حضراتكم هذا الحوال الممتع جدا مع محمد جمال ومحمد عبدالوهاب بعد الفاصل هنتكلم في حاجات مهمة جدا ترانسفير ماركت سؤال انتقالات العالمي اللي بيحصل فيه تحديدا في الدولة الإنجليزية ودوريات كبرى أخرى نتكلم فيها مع هوبا ومحمد جمال خليكم معنا بعد الفاصل نواصل إن شاء الله نحن بحراركم مرة أخرى الفقرة دي بقى عن سؤال انتقالات في أوروبا اللي بيحصل من اللي راح ومن اللي مشي من فرقته الصفقات الكبيرة اللي اتعاملت مين أكتر الأندال السفادة من سؤال انتقالات في السيف ده ده مع هوبا دلوقتي كلمنا عنه أيضا مع جيمي هوبا نبدأ بالدور الإنجليزي نبدأ بالدور الإنجليزي أكيد مين أكتر الأندال اللفتت نزك بالدور الإنجليزي في حركة سؤال انتقالات بدون جدال توتنم كأن دانيل ليفي مالك توتنم وبراتيتشي المدير الرياضي يعني بيفرغوا حجة كونتي في إداراته للأندال في الموسم الثاني لما يبقى في مشاركة أوروبية ولما يبقى في مشاركة في كاسين غير الدوري خد بقى باشي عندك كونتي معروف عنه إنه هو دايما كان بيشتكي وده اللي باين الموضوع شوية في اليوفانتوس إنه هو بيقول أنا ماينفعش قاعد في مطعم فاخر جدا وأنا معاه عشرة يورو صح فبالتالي كان طلباته أوامر صح جابوا له مين بقى كونتي عامل فرقة قوية جدا وتنفع للروتيشن وهو قال كده يعني لدرجة إنه هو جايب نجم أفرتون واحد من أفضل اللعيبة في الدوري الإنجليزي ريتشارلسن جايبه عشان الروتيشن هو معاه طبعا هيونج ميسون معاه كولوزوفسكي العمل نص ثاني من الموسم رائع مع توتنم جاب معاههم ريتشارلسن عشان يحصل عملية المدورة جاي يعني سبانسر من ميدلس برا باك يمين باريسيتش صفقة مهمة قوي في خطة تلاتة وينج باك مزبت جدا ولعب معاه طبعا في إنتر فريزر فورستر حارس مر محتياطي دعا بيه برضو خط الفعو من بارسلونة من بارسلونة طبعا المدافع الفرنسي وجاي على سبيل الإعارة ويوفيس بسومة واحد من أفضل اللعيبة رقم ستة الموديين في الدوري الإنجليزي من برايتن ففرقة تعتبر فرقة كاملة جاهزة للمدورة كونتي ما عندوش أي حجج إن هو يوصل بتوتنم بعيد في الدوري أبطال أوروبا وإن هو ينافس حتى لو من بعيد على الدوري الإنجليزي طبعا شخصية توتنم للأسف في فترات كتيرة ولما كان فيه المنافسة مع لستر من حوالي أربع أو خمس سنين في الآخر برضو بتفرق تفاصيل بس هم عندهم الخبرات الكافية إن هم يقدروا ينافسوا على الدوري مع مدرب حصل على الدوري قبل كده أنا بديهم تقييم إحنا عاملين بقى تقييمات كده لكل سوء الانتقالات للفرق الكبيرة يعني أنا شايف إن هم وصلوا لتمانية من عشر ده بناء على نهو إزاي الموسم وبدعوا إزاي الموسم الجديد فضل لهم بس مهاجم بديل لها ريكي أرسنان لا أنا أعمل وروح لأرسنان خديني بقولك كده في الديه أنا عارف طبعا الوقت دائق فخلينا أقولك أكتر ملفة انتباهي في سوق الانتقالات لعبة القط والفرق ما بين برشلونة و تشيلسي واحدة من أغرب أسوأ الانتقالات اللي تحصل في التاريخ تشيلسي كان عايز يجدد روديجار وكريستيانسي فبارشلونة يقنع كريستيانسي لأنه ما يروحش وبعدين كريستيانسي يروح برشلونة فتشيلسي يبتري يستهدف بعد ما جاء ستيرلينج أنه يجيب رافينيا وخلاص كان أوشك أنه يخلص مع ليدز ويأخذ رافينيا فبارشلونة يأخذ رافينيا من تشيلسي قبل ما يجيب رافينيا كان ابتدوا بعد عدم تأقلم لوكاكو مع تشيلسي عايزين يجيبوا مهاجم فدخلوا في صفقة ليفاندوبيسكي لكن قدر بارشلونة أنه يأخذ ليفاندوبيسكي من تشيلسي وكأن السوق اللي انتقلاته هو ما بين تشيلسي وبارشلونة لا تنساش كوندي بس اللي عايش لسه ده راجيلك ده راجيلك لسه رايح لك لكوندي فكوندي بعد ما كانت خلاص حتى حساب تشيلسي النطق بالإسبانية كان بترى يتكلم أنه كوندي خلاص وهو في طريقه هيركب الطيارة ويروح على تشيلسي يروح برضو بارشلونة حتى سيزاراسبالكويتا باللعيب أعتقد أن بارشلونة هينهي بيه هكمل بقى أرسنل معهوب طيب ليه عشان ملحق أن ديئتين نوت وهوبا كاتب حاجة ده سريعا أرسنل ستة من عشرة محتاجين خط نص مدافع بشكل أساسي جابوا جابريل جيسس صفقة كويسة بعد رحيلة كذات جابوا فابيو فريرا خط نص مهاجم من بورتو وزانتشينكو باكشمال واصلين أن هم 11 اللعيب كويسين ما عندهمش دبث في التشكيلة بتاعتهم ولا ديكتب ودلاء منشيسي نوائتة 5 من عشرة محتاجين كتير خصوصا كريستيان ورونالدو كل التأكدات من الصحفين موثوقين أن كريستيان ورونالدو بيطلب الرحيل بشكل مستمر فهم محتاجين مهاجم أساسي ومهاجم بديل لأن مارسيال مش من اللعيبة اللي ممكن تكمل الموسم بي ومحتاجين مدافع طبعا تزابزه بمستوى هاري ماجوار وإصابات فران خط نص وبيطرده طبعا ديونج لكن الموضوع صعب شوية جابوا لساندرو مارتينيز مدافع من آيكس تيري مالاسيا باكشمال من فاينر وأريكسن خط نص مهاجم من برينفرد وطبعا واضح اللوبي الهولندي اللي عمله تنهج في منشيسي يونيتر تحب تقول ليفر بول؟ نتكلم على دارو النونيز أكبر أكبر رقم الدفع في المركاتو الحالي وكرافالي بعيب اللي جاي من فوله اتنين لعيبة الراجل الرمم بيهم بعض صوفه بعض رحيل صاديو ماني أعتقد أنه ليفر بول عمل وخد من المركاتو اللي هو عايز يمكن أن ينقص بعض المركز يمكن كان محتاج لعيب تاني في قلب الدفاع لكن أعتقد أنه كلوب حتى في تصريحاته أول أمس أنه لن نتعاقد مع أي لعبين إلا لو حصلت طامة جبرة في الفريق سيتي داخل ترانسفير ماركي بقوة لعيبة هوا مش ناقص أصلا لعيبة اللي جابها هدي كلها هوا محتاج لحاجة صغيرة بس باكي مين أو باكي شمال يعني لو باكي مين يبقى نسئله هاي لعب شمال وهيجي هو هاي لعب باكي مين لأن ووكر طبعا تقدم به العمر وإصاباته كتير هالند طبعا جوليون أفارس حيبقى بديل لهالند ووضح أنه حيبقى فيه اقتناع لبيب جوارديولا فكرة رقم تسعة ببديله كالفين فيهلبس طبعا النجمة خط نص منتخب الديلترا وليدز بموازبة يخلي هالند سوني على العرف في الآخر أو العرف في الوسط لا 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 من المتشاط الودية من المتشاط الودية يعني بايرن قدامهم ألف فرقة متوسطة المستوى أورتيجا حارس مارما بديل طبعا من أرمينيا بيلفت في ألمانيا شالسي ستة من عشرة محتاجين طقم مدفعين طقم كامل طبعا الرحيم وستيرلي وكوليبالي محتاج اتنين كمان الكلام على كمبامبي من باريس سان جرمان وكلام ان هم هيرجعوا للمفاوضات مع انتر عشان مليون سكرانير واحد من أفضل المدفعين الموجودين في إيطاليا يوفينتوس كان سبعة بس بوك باتصاب واحتمال يكمل لغاية آخر الموسي وما يلحقش كاس العالم فأول أو تاني مباراة لي مع اليوفينتوس اتصاب بعد مباراة جوادة الأخارة وقبل مباراة بارشلونة يوفينتوس محتاج بك شمال لأن أليكساندرو كان عامل عرض مع دينبيلي في مباراة اتنين اتنين مع اليوفينتوس وبرشلونة كان عامل عرض يعني هو تقريبا دينبيلي متفع معين هو يصياتو يعني على الأسف فضيلة دقيقة طيب ستة من عشرة انتر ميلان خمسة من عشرة محتاج جناح وخط نص أسبانيا وريم مدريب بيكون فرقة بالاحتياط بتاعها بالصف التاني باك يمين وشمال محتاجينهم بشكل ضروري جوردي أقلبا وسيرجي روبرتو مش اللي يعتمد عليهم ومعاهم دست جابوا رافينيا ليفاندوسكي كريستانسن وكيسي انتقال حر من ميلان جدا بس كان قليل شوية واضح انه هو مش حيبقى نفس المستوى لازم يتدرك في المستوى رئي المدريد سبعة من عشرة فرقة واخدة كده كده لو ما جابوش لعيبة لمدة عشر سنين برضو ليهم حظوظ في تشامبينزيج محتاجين جناح ايمن يبقى مع طبعا فينيسي جونيور باكيني مين وشمال مع كارفاخال أورديوزولا لعيب كويس قوي رجع لهم العرب من فيرنتينا ممكن يدعم الجزء ده طبعا جابوا تشاميني خط نص مدافع من موناكو ورودجر من تشالسي تسعة من عشر وتقريبا العلامة كاملة هو باي منخ أفضل سوء انتقالات موجود في أوروبا ساديو مانيه نصين مزراوي باكينين من آيكس دي لخت من اليوفانتوس ورايان جرافنبرش من آيكس فرقة كاملة جدا فضلهم وده الأهم بقى بديل ليفاندوفسكي مهاجم وباريس سان جرمان ما عملش صفقات بالكبرى قوي مع كامبوس طبعا المدير الرياضي جديد بس متوقع ان باريس سان جرمان متأخرا يعني في سوء الانتقالات ان هو يخص بقوة حبا انتشرفت ونورت بنور الرقمان حقيقة كريمة شكرا جزيلا شكرا على الحاجات الحيلة العظيمة دي جيميكا العادة ممتع ورايا جدا شكرا جزيلا